يقول الشافعي لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحياتي وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه كأنما قد حشى قلبي موداتي كنت ألقي درس في السجن عندكم في الطائر ويام غلقت وأنا بخرج وإذا بيمسكني واحد من النزلاء السجن قال لي يا شيخ وين ذا الكلام وين ذا الكلام قبل أجي السجن قلت وش قضيتك قال قتل وأنا أنتظر القصص قلت علي شانيش قال والله شي تأثت خاصمت أنا إياه في الطريق سابقنا ولزني ولحكته ووقفت له ونزلت عليه ومعي مسدس وقتلته قلت أنت قابلة كل يوم قال لا قلت قابلة كل أسبوع قال لا قلت كل شهر قال لا والله ما قابلته في حياتي لذيك المرة قلت طيب كان خليتها يا أخي لزك وزلمت ليش تطرده يقول الشافعي لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحياتي وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه كأنما قد حشى قلبي موداتي وأبلغ من هذا قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن إذا واحد قال لك كلمة بطالة قل الله يسامعك الله يعفو عنك الله يدخلك الجنة وخلاص لأن الكلمة البطالة نار فإذا أنت سويت كلمة مثلها نار مع نار إيش يصير شرارة حريقة فتنة لكن كلمة بطالة صب على أمام كلمة طيبة يخجله ادفع بالتي هي أحسن ما هو بالتي هي أسوأ الجاهليين كانوا يدفعون بالتي هي أسية يقول عمر بن كلثوم الجاهلي يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يقولوا لي كلك بالصاع كلها بالصاعين